أنا ممكن في بعض الأحيان بنشوف ما بين الأصدقاء في المجتمع في الأسرة كمان إنه ده بيحصل مولانا من باب الحياء ما أخذ بسيف الحياء يعني باب العشم أنا ممكن أعمل ده وأخذ حاجة بش أنا عارف متأكد إنها بش من حقي لكن ده عشم ما بين الأصدقاء عشم ما بين الأقارب حكم ده شرع عن إيه لا يحلوا لمرئ من مال أخيه إلا عن طيب نفس منه كلام حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أتكلم في العشم والله أخويا شاف الساعة دي فأنا عن طيب نفسي وخاطر هاخلع الساعة وادهاله لإن الأشياء أنا اللي بعمل للأشياء قيمة للأسف ده عندنا بعض الناس متخيلين إن الرز أنا بتعب وأكتهد وكد واسعة فلازم ربنا يرزقني ويبصوا إن ربنا وسع على فلان وما وسعش علي بالرغم إن أنا بشتغل أكتر منه لا الإنسان لازم يعرف إن مسألة الرزق دي مقسومة بيد الله سبحانه وتعالى أنا علي السعي والكد والعمل والإجداد ولكن أعلم يقينك أن النتيجة أعتراض على مشيئة الله لما أنظر إلى ما في يدي غيري ده كأني بعترض على قدر الله أو مشيئة الله هو مش عاوزين نوصلها لكده هو فيه ناس بتكون عندها طمع شوية في رحمة ربنا سبحانه وتعالى فبينظر إن أنا أفضل من ده أو بشتغل أكتر من ده للأسف إحنا بنبص الأشياء مش بنبص القيمة الأشياء إحنا شايفين إن الرزق منحصر في الفلوس لا ده الزوجة الصالحة رزق الأولاد البارين المطيعين بأبوهم وأمهم رزق الأب والأم الصالحين اللي أنت تاخد رأيهم وتقتدي بهم رزق الأصدقاء الكويسين رزق الأسرة والأخ الصالح والأكت الصالحة رزق من عند ربنا البيت الواسع رزق من عند ربنا يعني الدابة الكويسة أو العربية الكويسة رزق من عند ربنا إن أنت تكون راضي عن نفسك أمام الله ده اسمه رزق وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون و لازم نفهم أن اللي وزع الأرزاء ربنا ما نعملش فيها العقل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات فاللي وزع الأرزاء ربنا سبحانه وتعالى لذلك لما أمرني أمرني بالعمل أمرني بالسعي أمرني بالاكتئاد فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور و كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني و أنا بتعامل مع الناس في المعاملة بقول لي لو خدت حاجة و الحاجة دي مش من حقك يعني أنا مزنوق في فلوس و قلت له الدكتور سلفني عشان نعلم أولادنا لأن الحياة معاملة الحياة عشرة بالمعروف الحياة إحسان كل طرف إلى الآخر لو أنا بتعامل مع أخويا و جيت و قلت له والله أنا محتاج منك حاجة طيب و الحاجة دي أنا أخدتها و أخويا سعيدني و وقف جنبي و ادهالي و جيت أنا مش عاوزة رجعها هقول له كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريدوا آداءها أدى الله عنها يا سلام شوف لو أنا استلفت فلوس و مزنوق و الدنيا ديئة و بشتغل شغلنا و اتنين و ثلاثة عشان أرجع الفلوس دي مين اللي هيسيد ربنا أدى الله عن على المقابل بقى و من أخذها يريد اتلافها يعني خدها و بقول لك لا ما هو عنده كتير و مش عارف ايه مش لزمها و حاجة زي كده و من أخذها يريد اتلافها أتلافه الله فتخيل بقى أن أنا و أنا برب ولادي على قيمة العمل و قيمة السعي و قيمة الرزق و قيمة الفلوس أو الملكية للغير و أن احنا بنتعامل مع الغير لأن الشريعة جاعت لمراعاة المال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني كده حتى الجيف يوم من الأيام هجم عليه حرامية عشان ياخدوا منه فلوسه و استشهد ده سمى سيدنا النبي شهيد ما سمهوش قتيل من مقصد الشريعة الحفظ على المال لذلك سيدنا النبي يقول و من قتل دون ماله يعني بدافع عن فلوسه فهو شهيد لذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بحث الصحابة على العمل ما يعني عشان عرفوا أولادي امتي الفلوس لازم عرفهم امتي العمل طب ايه هو العمل بذل المجهود للوصول إلى المقصود يعني انا بشتغل عشان اوصل لحاجة انا اعوزها واعرف ان النتيجة دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى مش بتاعتي